التقى وزير الموارد المائية والرأي هانيس ويلم مع رئيس مجلس وزراء المياه الأفرقى الأمكاو الرئيس التنفيذي لمؤسسة دي اتش آي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث أشار وزير الرئيس لأهمية دعم المؤسسة لدور مركز المعرفة التابع للأمكاو باعتبره منصة قرية مركزية لجمع وتبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء القارة الإفريقية والاستفادة من خبرة دي اتش آي في تعزيز الأنظمة الرقمية التي تمكن من جمع البيانات بشكل فعال وتبادل المعرفة اشتركوا في القناة